اتهام قائد القيادة الامريكية الوسطى الجنرال ديفيد باتريوس مسؤولي هيئة المساءلة والعدالة العراقية لانهم ادى بيد فيلق القدس التابع للمظام الايراني لا شك في انه سيثير عاصفة في العراق اكبر من تلك التي اثارها وضع لائحة باسماء اكثر من 500 سياسي عراقي محظور عليهم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة واذا ما اضيف الاتهام الى تشكيك الرئيس العراقي جلال الطالباني والانتقادات الاخرى التي وجهت الى هذه الهيئة من قيادات عراقية كبيرة فلا شك في ان الثقة بهذه الهيئة قد تزعزعت وهي اصلا مزعزعة بسبب التشكيك بدستوريتها وشرعيتها وعلى رغم هذه الشكوك فان اللجنة الخاصة في المفوضية العليا للانتخابات شطبت تسع قوان سياسية من لوائح الانتخاب بناء على اللائحة التي وضعتها هيئة المساءلة والعدالة لكن بين ان تكون هذه الهيئة مدار تشكيك داخلي وان تصبح موضع تشكيك داخلي ودولي فرق كبير فكيف سيتعاطى المسؤولون عن تشكيل هذه الهيئة وحمايتها مع هذه الانتقادات وهل سيصرون على اعتماد توصياتها برغم انها قد تؤدي الى عدم الاعتراف الدولي بنتائج الانتخابات التوتر السياسي الذي اثارته قرارات هيئة المساءلة والعدالة في العراق باستبعاد عدد كبير من مرشحين انتخابات البرلمانية المقبلة وضع العراق وعملية المصالحة الوطنية في نفق مظلم وكادت تطيح بما تحقق من انجازات سياسية وامنية وحتى بالانتخابات نفسها هذه المخاوف دفعت الادارة الامريكية للتحرك سريعا فارسلت نائب الرئيس جو بايدن لاقناع المسؤولين العراقيين بالتريث في تطبيق القرار سبقه تصريح للرئيس العراقي جلال طالباني شكك فيه بالدستورية هيئة العدالة والمساءلة التمهيد السياسي والدستوري والدولي لايجاد مخرج للازمة ترافق مع زيارة سريعة قام بها النائب الاول للرئيس العراقي عادل عبد المهدي الى العاصمة الايرانية تهران في طريق عودته من واشنطن ساهمت في نقل اجواء الادارة الامريكية حول الازمة وساعدت في الحد من الاسرار الايراني على استبعاد البعثيين التلميح الامريكي على لسان بايدن بان القيادة العراقية وضعت يدها على الحل قابله تصريحات لقائد القيادة المنطقة الوسطى في الجيش الامريكي ديفيد باتريوس الخبير بالساحة العراقية نشرتها صحيفة التايمز اللندنية عن دور ايراني واضح خاصة قيادة فيلق القدس في الحرس الثوري في قرارة هيئة المساءلة والعدالة والتي كادت ان تؤثر سلبا على عملية المصالحة معتبرا ان هذه الهيئة اصبحت اداة بيد فيلق القدس حسب تعبيره تريوس اعتبر قرار الهيئة استهداف للمرشحين السنة ومحاولة لتهميشهم وقد تم تجاوزه من دون ان يوضح اسس المصالحة بين القيادات لانهاء ازمة الاستبعاد وكيفية علاجها حسن فحص العربية للحديث في هذا الموضوع معنا من واشنطن سيد اياد جمال الدين عضو مجلس النواب العراقي ومعنا من بغداد السيد كمال الساعد عضو مجلس النواب العراقي ايضا اهلا بكم وابدأ مضيفي من واشنطن سيد اياد جمال الدين كيف تقرأ تصريحات باتريوس ما مدى خطورتها بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك سلام عليك وعلى ضيفك الحقيقة ان النفوذ الايراني سواء كان لفيلق القدس والحرس الثوري او لغيرها من المؤسسات الايرانية مما لا يخفى على احد ولا يتعلق بهيئة اشتثاث البعث تحديدا وانما في كثير من مفاصل الدولة العراقية وفي مفاصل المجتمع العراقي بالنسبة لهذه الهيئة هيئة المسائلة والعدالة هي هيئة قانونية ودستورية اذ اقره البرلمان العراقي استنادا الى مواد في الدستور تفيد ذلك ولكن ما هو غير قانوني وغير دستوري هو الهيئة المديرة لهذه الهيئة فان من المعلوم ان رئيس الهيئة يجب ان يصادق عليه البرلمان باعتباره من ذوي الدرجات الخاصة اما ان نستلف ستاف وكادر هيئة اشتثاث البعث وننقلهم بقضهم وقضيضهم الى هيئة المسائلة التي هي هيئة جديدة بقانون جديد هذا امر خلاف القانون وخلاف الدستور ولذلك وجودهم في هذه الهيئة هو وجود تطفلي غير قانوني وغير دستوري ويجب على البرلمان العراقي ان يشارع في اختيار من هذه النقطة تحديدا ان لم يتم انتخاب مجلس ادارة لهذه الهيئة لم يوافق عليهم البرلمان لذلك يتم الطعن بدستوريتها يعني هي نسخة من هيئة اشتثاث البعث التي تم إلغاءها بحسب قرارات من مجلس المزراء ومجلس الرئاسة نعم نعم ولذلك نقول ان ادارة الهيئة وليس الهيئة الهيئة كمؤسسة قانونية اقرها البرلمان العراقي وهي هيئة قانونية ودستورية ويجب ان تمارس صلاحياتها وفق القانون وفق الدستور اما ان يأتي اشخاص متطفلون على هذه الهيئة واقول متطفلون لانه لم يقرهم البرلمان العراقي لم يخرجوا من بوتقة البرلمان البرلمان هو الذي يجب ان يحدد من الذي يدير هذه الهيئة اما ان يديرها شخص سياسي ذو حزب سياسي وله خصوم وتنافس سياسي في لحظة انتخابية حرجة هذا امر مشكل والذين اشتثوا لم يكنوا من السنة فقط من كل القوائم من قائمتنا قائمة احرار 20 مرشح اشتثوا لم يكن فيهم احد عسكري او بعثي او بالمخابرات او عامل في صفوف الدولة العراقية او النظام العراقي السابق ابدا وانما اشتثاث عشوائي اختاروا الاوائل في كل رئيس قائمة في كل محافظة من المحافظات التي يوجد لدينا فيها مرشحين والى الان لم يبعدوا عنهم هذه القرارات المجحفة الا اثنيا فقط و18 ما زالوا تحت قيد الابعاد عن الانتخابات هذا يعني ان قراراتهم اللي بتحدثوا فيها عنها ان هؤلاء مرتبطين بحزب البعث بشكل او باخر وبيعملوا ضد الدولة واللي بدوا يعترض فعلي انه يلجأ للقضاء والنقض غير صحيح انما ربما يكونوا يعملون لحساب جهات محددة داخل العراق قبل الانتخابات من اجل تصفية الساحة امام الاخرين بالضبط يعني هي خلفها يعني انا لا اعرف كيف يكون مجري القانون متشفيا هو عندما كانوا يعلنون كان هناك روح التشفي والانتقام والثأر انا لا ادافع عن اشخاص غير خارج قائمتي هؤلاء الناس غربا ناهم غربا لواضحا لم يكن في قائمتنا شخص بعثي او من كان منتميا للبعث ولا عسكري ولا غير ذلك ومع ذلك اشتثوا عشوائيا في لحظة حرجة يعني ما يقارب اربعين يوم عن الانتخابات او اقل من ذلك وهذا امر معيب لمجمل العملية السياسية في العراقية يعني يكفينا ما نحن فيه من دمار ومن تشوش سياسي ومن الطراب امني ان تأتي قرارات هيئة المسائلة تزيد نارا على ما نحن فيه حتى ما عندهم وقت يعني من اجل الاعتراض والنظر باعتراضاتهم قانونيا والعودة قبل الانتخابات لان الوقت يمر سريعا كيف سأعود اليك سيد ايات جمال الدين للحديث عن هذا الموضوع دعني انتقل لسيد كمال الساعدي سيد كمال الساعدي عودا معك لتصريحات بيتريوس يعني كانت الصوت العراقي عندما كان بايدن في العراق يقول بانه لا يسمح لأحد ان يتدخل بالشأن العراقي الداخلي وبان هذا الموضوع هيئة المسائلة والعدالة من حقها ان تتخذ القرارات بصفتها تعمل لصالح الوطن الآن بيتريوس يتحدث عن ان هؤلاء ادى بيد جهة خارجية ليست اياد عراقية كيف يرد العراق على ذلك او ترد بغداد على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولو ضيفك زميل ايات جمال الدين اعتقد ان تصريحات السيد بيتريوس كانت غير موفقة تتناقض مع الموقف الامريكي موقف رئيس الامريكي ونائب الذي زار العراق بالأيام دعيني اعلق على بعض النقاض بسرعة انتم ذكرتم ان بيتريوس ذكر ان هناك استبعاد للسنة وهذا كلام غير دقيق بالمطلق اكثر المرشحين مشتثين بغض النظر عن ان هالاشتثاث قانوني وغير قانوني هم من الطوائف اخرى ومن قوميات اخرى شملت جميع القوائم بما فيها قائمتنا اشتثت بها اكثر من 28 واحد وبالتالي اعتقد هذا محاولة لاعادتنا الى المربع الاول واثارة فتنة طائفية ليس هناك اي موقف طائفي والقوائم ارسلت على اساس الابجدية وليس على اساس انتماءاتهم وتم التعامل معها قضية ثانية الان الملف ذرمته تحول الى هيئة تميزية تم المصادقة عليها حتى لو قلنا ان الهيئة غير قانونية ونفترض وهذا اعتقد كلام ايضا مشكوك بي لان اغلب هيئاتنا هي تقوم بالوكالة اغلب وكالاء الوزارات ورؤساء الهيئات الان هم بالوكالة المكلفين ولم يصوت عليهم البرلمان وهم من الدرجات الخاصة ومع ذلك الان التصرفات قانونية لكن نفترض مجرد افتراض انها غير قانونية الان الهيئة التمييزية هي اللي مسكت الملف وهم سبعة قضاة صوت عليهم مجلس النواب وقرارتهم باتة ونهائية واليوم هذا اليوم تم اعادة النظر بـ 52-56-1 وتم استثناءهم باعتبار انه لم تكن تنطبق لم يقل احد ان قراراتها دقيقة بالمئة او نهائية طالما ان هناك هيئة تمييزية هي صاحبة القرار الفصل والنهائي هذه النقطة نقطة ثانية لم يقل السيد الرئيس الجمهوري انها غير قانونية وانما ارسل الى المحكمة الاتحادية الموقف منها والمحكمة الاتحادية ارسلت وقالت ان القرار النهائي يخص هذه الهيئة التمييزية هم يقررون لم يشكك بشرعيتها لم يشكك بشرعيتها وبالدليل انه ارسل لو كان متأكد من عدم شرعيتها اللي قال ذلك ولم يرسل وانما ارسل استفسار للمحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية حولت الاستفسار الى الهيئة التمييزية وبالتالي الملف الان برمته امام سبعة قضاة معروفين ومعروفين بكفاءتهم ونزاهتهم وهم من اطراف متعددة من طوائف وقوميات متعددة والقرار النهائي اذا اصدروا قرارا بعودة هؤلاء الـ 512 كلهم سنلتزم ونحترم هذا القرار ولن يعترض احد هناك من يقول نحن الان في دولة فيها قانون بانه قبل الانتخابات فترة بسيطة يعني بصعوبة بالغة تم التوافق على موعد للانتخابات وكان في شد وجد كثيرا لماذا الان تخرج هذه الهيئة باستبعاد 512 شخص ومفترض معك انه من كل الطوائف ومن كل التصنيفات العراقية لماذا اثرت هذا الموضوع قبل الانتخابات مفروض انها تكون انتخابات تصالحية مفروض ان يكون نقطة انطلاق جديدة للعراق لماذا الان نعم سؤال مهم اولا ان تكون تصالح لا يعني اننا نقبل بعتات البعثين و180 من عتات الجهاز المخابرات والقتلة هم تقدموا للانتخابات ولا اعتقد الدولة تريد ان تبني نظام سياسي جديد تأتي بجلادين ليحكموا تحصين العملية سهلا نحكيش عن 108 من نحكي عن 512 شخص ومنحكي عن شيعة ومنحكي عن ناس مجردين انا جايش ايه نعم انا دولة 56 الان تم استثنائهم ويمكن ان تصدر قوائم اخرى هذه النقطة الاولى النقطة الثانية اللي كان يتعلق بها سؤالي الانتخابات كل انتخابات بالعراق يذهب المرشحون الى عدة مؤسسات يذهبون الى القيود الجنائية اذا كانوا محكومين بجنايات يذهبون الى وزارة التربية والتعليم والى وزارة التعليم العالي لتأكد مشاهداتهم يذهبون الى هيئة المسائلة والعدالة هذا اجراء روتيني بالانتخابات العراقية في مجالس المحافظات ايضا فعنا ذلك اذكر ايضا في الجمعية الوطنية او في مجلس النواب هذا تم طرد او الغاء عضوية اثنين من النواب لانهم كانوا ينطبق عليهم قانون الاشتثاث وبالتالي كل الاجراءات التي تجري الان هي ليست مواقف سياسية وانا مواقف قانونية اذا كان هناك السيد الزميلي سيد جمع الدين يقول ان هناك ثمنتعش لا ينطبق عليهم هناك هيئة تميزية يقدمون اسماءهم وهذه التميزية لا يستطيع احد يشكك بقراراتها بمصداقيتها بنزاهتها ويستطيعون ان يحصلوا على الاستثناء فقط من كتلة السيدية جمال الدين سيدية جمال الدين ما رأيك بما قاله السيد كمال الساعدي ثم الحديث عن ان تصريحات بيتريوس غير موفقة هل يستطبقى مجرد تصريحات لبيتريوس فقط ام انه سيكون لها انعكاس على الشارع العراقي قبل الانتخابات وربما بعد الانتخابات الحقيقة ان تصريحات بيتريوس بقوله باستهداف السنة هو كلام مجافي للحقيقة لانه الذين استهدفوا لم يكونوا من السنة فقط وانما الكثير منهم من الشيعة ومن غيرهم هناك حالة في قرارات هيئة المسائلة والعدالة غير صائبة وغير دقيقة لانها اجتثت على اساس الاولوية في القوائم يعني اول ثلاثة هم المستهدفون عادة يعني هكذا حسب الاستقراء الذي رأيناه من قائمتنا ومن القوائم الاخرى ولم يكن يعني الذين انا عرفهم ما عدهم اي خلفية يعني لم يكن مع النظام السابق باي صورة من الصور نهائيا واذا به يجتث بالنسبة لبيتريوس وبالنسبة لادارة الامريكية هناك قلق واضح ازاء ملف الانتخابات وملف التدخل الايراني في العراق فيلق القدس لا يتدخل في ملف الانتخابات فقط يعني هذا من اوضح الواضحات ومن بداية الامور انه ان للايرانيين يد في كل مفصل من مفاصل الدولة العراقية وان لهم الكعب الاعلى في العراق بيتريوس ليس مفردا عن الادارة الامريكية يعني لا يغرد خارج السرب وانما هناك رأي عام امريكي داخل الكونغرس والادارة الامريكية وسائر مفاصل ومؤسسات الدولة الامريكية ومن التقيناهم من المسؤولين الامريكيين هناك قلق بالغ ومتصاعد ومتزايد ازاء ليس مفردة اشتثاث بعض المرشحين وانما ازاء مجمل العملية الانتخابية ومجمل الوضع السياسي في العراق ومجمل التدخل والنفود الايراني داخل العراق والتدخل الايراني في العراق وفي الانتخابات تحديدا هذا امر من الواضحات هنا في واشنطن وربما يكون بيتريوس قد هفى هفوة باعتبار انه قال ان الذين استهدفوا اغلبهم من السنة وهذا الامر غير صحيح الذين استهدفوا 500 كسر من السادة المرشحين هم خليط من الشيعة ومن السنة ومن العرب ومن غيرهم طيب ذكر السيد كمال الساعدي عن الهيئة التمييزية وقال انه الهيئة التمييزية المؤلفة من سبع قضاء سبع قضاء بيدها الان اما اقرار هذا الاستبعاد او اعادة هؤلاء ماذا عن الوقت قبل الانتخابات قبل ان نتحدث عن الوقت لا اعرف ما هو محل هذه الهيئة التمييزية من السادة القضاءة من الاعراب القانون والدستور العراقي واضح يقول ان هناك هيئة تسمى هيئة المسائلة والعدالة يجب ان تقوم بواجبها القانوني باستبعاد من ينص عليهم القانون وهم فئات من ابناء العراق ممن كان يخدم في النظام السابق ولا ذكر للهيئة التمييزية فمن الذي نصب هذه الهيئة التمييزية لتميز قرارات هيئة المسائلة والعدالة وقال بأنه على غرار مؤسسات كثيرة وهيئات كثيرة في العراق بالوكالة يعني يتم تعينهم ويتم مصادقة البرلمان عليهم فبما أن هذه الهيئة قد حصلت على وصي وولي عليها وهم الهيئة التمييزية القضائية معنى ذلك أن هيئة المسائلة فعلها وتصرفاتها لم يكن قانوني لذلك احتيج إلى أن تتشكل هيئة قضائية لتمييز قراراتها ولكي تكون وصية عليها ولا أعرف كيف وفق بين تدخل السلطة القضائية وبين هيئة المسائلة والعدالة يعني كيف زج القضاء في هذا الموضوع بارك الله بهم نحن نؤمن بالقضاء وبسلطة القضاء ولكن كيف يتأتى لسبعة من السادة القضاءات أن يبتوا بخمسمائة ملف لكي يميزوا هل ينطبق عليهم قانون الاستبعاد أو لا ينص معنى وجود هيئة تمييزية من القضاءات هو بحد ذاته إلغاء لإدارة هيئة المسائلة والعدالة وأنها غير قانونية وغير دستورية لذلك استعيض عنها للملمة الموضوع باستعارة خدمات سبعة من السادة القضاءات لكي يديروا هيئة المسائلة والعدالة نحن مع القضاء ولكن نقول أن الوقت غير كافي وهناك إجحاف ليس لهؤلاء السادة الذين استبعدوا المرشحون ولكن للناخب العراقي كيف يتأتى للناخب العراقي أن يميز من ستة آلاف مرشح لكي يختار أعضاء مجلس النواب في فترة قصيرة لم يتبقى إلى حدود الشهر وأيام هناك إجحاف للديمقراطية وإجحاف للمواطن العراقي فضلا عن الإجحاف إلى السادة الذين استبعدوا ونتمنى من الهيئة التمييزية أن تسارع في البد في ملفاتهم سيد كمال الساعدي هل عندها الهيئة التمييزية الوقت أن أتبت في ملفات 512 ملف عندهم الآن في فترة بسيطة أنا فقط بودي أن صحح لزميل سيد جمال الدين أستغرب كلام هذا فليرجع إلى قانون هيئة المسائلة والعدالة سيجد أن الهيئة التمييزية جزء من القانون الذي أصدرناه بمعنى أنه لم يترك الأمر فقط للهيئة حتى لمزيد من الضمان لحقوق المرشحين هذه الهيئة قضائية رشح مجلس القضاء الأعلى وهذه جزء من القانون وليست خارج القانون وأستغرب وليرجع القانون وسيرى أن كلامي صحيح مئة بالمئة فهي جزء من القانون حتى نضمن أن لا يظلم أحد إضافة إلى قرارة هيئة المسائلة والعدالة ويكون القرار طبق القانون الذي أصدرناه في مجلس النواب يكون القرار والكلمة النهائية للهيئة هذه التمييزية حتى يكون مزيد من الشفافية والضمانة أما مسألة الخمسمائة واثناث أعتقد أن القضية مقضية محاكمات مثل محاكمة جنائية وغيرها حتى تطول شهور هي أوراق تقدم هل هذه الوثاق التي يقدمها صحيحة أو غير صحيحة وبالتالي بالسهولة أن يبتوا بهذه القضية والدليل أنه الآن 56 خلال ثلاثة أيام أو أربعة أيام تم حسم أمرهم وأنهم غير مشمولين وعادوا إلى الترشيح وبالتالي القضية لا تحتاج إلى وقت طويل كما يعتقد في أذهان الجمهور السيد كمال السعدي عضو مجلس النواب العراقي ضيفي من بغداد شكرا جزيلا لك سيد إياد جمال الدين عضو مجلس النواب العراقي ضيفي من واشنطن شكرا جزيلا لك أيضا ودائما للإطلاع على مضمون حلقات فانوراما وتقاريرها وعلى آخر الأخبار والتحقيقات ندعوكم لزيارة موقع العربية على الإنترنت العربية دوت نت إلى هنا تنتهي حلقة فانوراما لهذه الليلة تحية لكم وإلى اللقاء